جبهة الحديدة تشهد تطورا ملحوظا في سير المواجهات خلال الايام الماضية بلغ ذروته ببسط السيطرة على كيلو عشر والتمدد الى كيلو سبعة ما يعني قطع الطريق الرئيس المؤدي الى عمق المدينة بمركز المحافظة الا ان وطيرة المواجهات تكاد تكون شبه متوقفة عدى بعض الاشتباكات المتقطعة خلافا لما تم تداوله مسبقا لم يحدث اي تقدم نحو العمق الغربي ولا الشرقي لمدينة الحديدة اذ لا تزال قوات الجيش المدعومة من التحالف متمركزة في ساحة العروض غرب المطار بينما توقفت شرقا في منطقة كيلو عشر لترتيب صفوفها كما يبدو وبالمقابل لا يزال كيلو ستاعش تحت سيطرة الحرثيين ووفقا لمصادر محلية فان الميليشيا تقوم من حين لاخر باطلاق قذائف المدفعية من مواقع تمركزها وسط الاحياء الجنوبية والغربية للمدينة باتجاه المنصة والدوار وقرى منظر والجريبة والمشاقنة وغيرها من المناطق السكنية المتاخمة التي تعيش وضعا انسانيا صعبا اللافت ان اي من المنظمات الدولية لم تتواجد عمليا منذ اندلاع المواجهات اذ لا يزال الصليب الاحمر يتحجج بعدم استطاعته الوصول الى مدينة الدريهمي التي تحولت لمسرح حرب منذ نحو شهر كذلك لا يزال سكان العديد من القرى الريفية في مناطق الاشتباكات بحاجة لتأمين طرق امنة للنزوح ولاخلاء جرح القذائف المتبادلة بين طرفي الحرب